اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نتابع ما تبقى من حلقة برنامج دائرة الحدث وأعود إليك دكتور صبري صيدا كنا نتحدث عن الحلول المقترحة من وجهة نظرك للأزمة الحالية طبعا كما أسلفت أنا أترك الموضوع للاقتصاديين وأصحاب القرار في هذا الشأن ولكن أقول من الجائز دراسة وقف العمل بتعديلات قانون الضرائب وأيضا قانون تشجيع الاستثمار أيضا من الجائز دراسة إمكانية دعم أسعار السلع الأساسية ضرورة التفكير بتوجيه البنوك باتجاه دعم المشاريع الريادية وتشغيل الشباب والحصول على قروض بصورة أسهل لبدء مشاريعهم الخاصة لأننا لا نريد الخريج أن يفكر دائما بالعمل في الحكومة كأولوية أو العمل في القطاع الخاص لماذا لا نشجعهم ونأخذ بيدهم حتى يبدأوا مشاريعهم الخاصة أيضا توجيه الجامعات بموائمة الاختصاصات مع حاجات السوق لأن لدينا كم هائل من الخريجين الذين يتخرجون من اختصاصات ربما لا توائم سوق العمل الفلسطيني وبالتالي نرث مجموعة كبيرة من الخريجين ضرورة تعزيز هجوم المصالحة باعتبار أن المصالحة ستؤسس لنسيج اقتصادي اجتماعي جديد وستفتح الأبواب أمام فسحة الأمل التي يحتاجها الشارع الفلسطيني من المهم المحافظة على حق وكرامة الناس في التظاهر والضغط باتجاه توصيل الرسالة لصناع القرار وأيضا التركيز على الشباب 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 قضاياهم العادلة ما أوردتم الأرقام من الواجب معالجتها ومعالجتها فورا طيب وما سألت شبكة الأمان العربية يعني ما تفضلت به يعني إذا البنوك مثلا على سعيد المثال من بين ما ذكر البنوك أن تعطي قروض ريادية للمشاريع الريادية أو المشاريع الصغيرة حتى يعني تعطي فسحة للتشغيل بين الشباب طيب الشباب من وين بدهم يسدوا يعني أو حتى القروض الأخرى التي قد يأخذها مثلا شخص على عاتقه أو على راتبه طيب هو بده من راتب اللي يسد منه نعم هذا صحيح ولكن أنا يعني اعتبرت بأنه حديثنا الأول ركز على موضوع شبكة الأمان العربية وأعتقد أنه الرسالة وصلت من خلال القيادة السياسية لموضوع توفير شبكة الأمان العربية وأريد أن أجدد الحديث على قرارات القمة العربية التي وضعت بالأدراج فيما يتعلق بالدعم المالي ولاحظي أن كل هذه الأزمة الآن تحتدم قبيل التوجه للأمم المتحدة وحديث لبرمن أيضا يتحدث عن إنهاء القيادة السياسية الفلسطينية قبيل التوجه للأمم المتحدة والشارع تشتعل النار فيه جراء وضع اقتصادي إسرائيل تعيش في بحبوحة الفلسطينيون يعيشون في ضنك وهذا الحال مؤداه لتدمير المشهد السياسي الفلسطيني لذلك الوعي أيضا هو مسألة ركيزة أساسية من ركائز الحلول والعمل باتجاه أن نفهم فلسطينيا إلى أين تصير الأمور هذا الوعي دكتور صبري كنت يوم أمس أشرت له بأنه في حالة اقتراب حتى في أوساط الشباب عن الحراك الوطني الفلسطيني قلت بأنه لمسنا في مسائل التضامن مع الأسراء أو التضامن مع إحياء ذكرى النكبة مثلا أو حتى وإن كنا نقول بأن إحياء المناسبة كان جيدا ولكنه ليس جيدا بالمستوى المطلوب عن أيام زمان مثلا دعني الآن أتوجه إلى قطاع غزة حيث الدكتور إبراهيم أبراش الكاتب والمحلل السياسي لنطلع وإياك دكتور إبراهيم على أوضاع قطاع غزة تحياتي دكتور أهلا وسهلا مرحبا دكتور هل تضعنا في صورة أجواء القطاع بعد حادثة إحراق الشاب أبو الندى لنفسه وأجواء الصخط التي سادت هناك أيضا في القطاع يعني تحدثنا منذ بداية البرنامج حتى لا يفهم أنه نتحدث عن غزة ولا نتحدث عن الضفة كل جل كلامنا كان عن الضفة الغربية مسألة المصالحة في حلقات السابقة كانت عنوان أساسي لوأد الأزمة أو للتخفيف من حجم الأزمة على شارع الفلسطيني هل تطلعنا على تفاصيل؟ يعني قضايا متعددة حقيقة يعني المطروحة لأنه لا يمكن أن نأخذ قضية إحراق الشاب أبو ندى لنفسه كحالة إنسانية كشخص يعني يحرق نفسه نعم كما لا يمكن يعني فصل هذا الحادث عما يجري أيضا في الضفة الغربية نعم بمعنى أن هناك حالة فلسطينية مأزومة سواء في غزة أو في الضفة نعم ولكن الخطير الخطير أنه إذا انزلقنا نحو هذه المعالجات الجزئية التي تأخذ الطابع الإنساني أو الاقتصادي هذا أيضا قد يبعدنا عن حقيقة القضية وحقيقة المشكل بمعنى إذا تحدثنا عن وضع اقتصادي وحاولنا أن نبحث عن حل أو علاج لحالة اقتصادية بمعزل عن الاحتلال هذا أمر سيدخلنا في دوامة ولن نصل إلى أي حل أو إلى أي نتيجة إذن الأمور أنا أعتقد المشكلة ليست مشكلة اقتصادية وأن هناك أطراف وهي إسرائيل بالأساس ولكن ربما أطراف أخرى تريد بالفعل أن تظهر القضية الفلسطينية في غزة أو حتى في الضفة هي قضية سيولة مالية هي أزمة مالية أزمة اقتصادية ونبحث عن مساعدات من دول عربية أو غير عربية وليصبح المواطن الفلسطيني مشغولا بحياته اليومية بهمه اليومي بقوته اليومي وبالتالي كيف يبحث عن عمل كيف يبحث عن راتب هذا أمر خطير جدا لأنه يغير في أولوياتنا الوطنية وهذا كان هدفا أساسيا من أهداف إسرائيل أن يغير الفلسطينيون من أولوياتهم الوطنية بدل أن تكون الأولوية مواجهة الاحتلال تصبح الأولوية الانشغال على أمنه الشخصي على قوته الشخصي وبالتالي إسرائيل تجلس تتفرج على ما يجري وبالتالي إذا أردنا أن نبحث عن حلول نعم أنا أتفق بربما في التقرير كما تحدث الدكتور الفاضل صبري يعني صيدا مع بعض الحلول المعالجات هذا جزء ولكن هذا ليس هو المشكل الأساسي ليس هو المشكل الأساسي وحتى عندما تحدثنا وعندما يتحدث البعض وهنا يعني اسمحي لنقطة وإن كانت فيها شيء من الصرامة بالنسبة لي أو لا تفهم جيدا وهي الحديث عن شبكة أمان عربية يعني سواء الأموال التي تأتي لغزة أو التي المطلوب أن تأتي للضفة السؤال لماذا نريح الاحتلال من مسؤوليته في البداية أول ما وقعت أوصل قلنا هناك دول المانحة ثم جات الرباعية هم الذين يمولوا السلطة ليريحوا الأمر عن الاحتلال اليوم نريد أن نريح حتى الدول الأوروبية المانحة ونضع المسؤولية على الدول العربية والسؤال لماذا تقوم الدول العربية بتمويل أو بإغاثة أو بمساعدة الفلسطينيين وهم ما زالوا تحت الاحتلال لماذا أسرائيل تحتل الأرض يوما بعد يوم وتسطوط يوما بعد يوم السؤال الأهم من هذا السؤال لماذا تسمح الدول العربية باستمرار الاحتلال حتى لا تغيث أحدا يعني لتدعم مسألة أو الدولة الفلسطينية وحراكها وأن تفعل ما يعني أنا أقول لك مثلا تصريح أبيكدور لبرمن وزير الخارجية توجه برسالة لمصر لجمهورية مصر العربية يقول أنه يبارك خطوة إرسال سفير من جمهورية مصر إلى تل أبيب ولكنه يقول بأنه يجب أن لا يبقى الحراك الدبلوماسي سريا بين مصر وإسرائيل وتوجه أيضا إلى الدول العربية الأخرى بالقول وعذروني على الكلمة التي استخدمها أبيكدور لبرمن يقول إسرائيل ليست عاهرة الشرق الأوسط بمعنى أن يتمتع بها الجميع وأن لا يعلن عن علاقته بها أحدا يعني دعني هنا أتوقف مع دكتور صبري سيدم ردا على هذا التصريح وأعود لك دكتور إبراهيم ابقى معي أنا أتفق مع الدكتور إبراهيم بأن الأزمة سياسية بامتياز وأنا قلت بأن هذه سياسية وتأخذ وجها اقتصاديا أما وأن حصلت الأزمة الاقتصادية نحتاج لعلاجها وبكل أسف نحتاج لاتخاذ خطوات ربما تنافي الوضع القائم ولكن بصورة علاجية حتى نبتر قضية الإشكاليات الاقتصادية التي تؤدي إلى انفجار الموقف المجتمعي الفلسطيني ولكن من الواضح أنا قلت أن إسرائيل حسمت أمرها بالقضاء على القيادة السياسية الفلسطينية وهي تدفع القضية الفلسطينية إلى الهاوية من خلال قتل الجغرافيا ووائد الديمغرافيا الفلسطينية بحصار أهلنا والدفع بما تبقى من فتاة الجغرافيا إما للأردن أو لمصر ليس لأنهم يريدون ذلك دول شقيقة بالنسبة لنا ولكن هذا ما تريد إسرائيل عند الحديث عن فتح الباب أمام قطاع غزة وبالتالي بالتنسيق مع القيادة المصرية وأن تدار غزة من قبل القيادة المصرية هذه كلها مؤشرات ما أريد أن أقول في هذا السياق نعم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تم بترتيب دولي غير مسبوك من حيث النسيج القانوني حتى ولكنه مفق أن يكون مرحليا بالضبط هذا ما أردت أن أقوله باعتبار أنها مرحلة انتقالية تؤسس لدولة وجرى توافق أممي على أن يكون هناك معونات للسلطة لأنه ما فيش موارد طبيعية وليس هناك مقومات اقتصاد مكين يستطيع أن يواجه احتلال وأن يواجه حتى مرحلة انتقالية تحتاج لبناء وتحتاج لتأسيس فجرى الاتفاق أن يكون هناك دعم وهناك العديد من القمم العربية وعديد من لقاءات المانحين الدورية التي تحدثت عن الدعم نحن لا نعفي الاحتلال من مسؤوليته لأن الترتيب كان أن يكون هذا الإجراء هو إجراء انتقاليا أما وأن حصل ما حصل وأما وأن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه للأمم المتحدة بطبيعة الحال إسرائيل ستضغط على حلفائها ستضغط على الدول من خلال اللوبيات المختلفة حتى تحجب الدعم المالي عن السلطة وبالتالي تقتل قرارها السياسي والعرب أين من كل هذه المعادلة؟ نحن نقول للعرب تفضلوا الآن الآن توضعوا على المحق كل القرارات التي وضعت جانبا نريد الآن تفعيلها شبكة الأمان هي لإحداث الاختراق السياسي بالحصول على قرار من الجمعية العامة اليوم تمهيدا لأن يكون هناك دولة لأنه بالفعل دوام الحال من المحال هناك صلف إسرائيلي غير مسبوق هناك سكوت وتساوق من قبل العالم ولا نريد أن ينضم لهذا التساوق مواقف عربية صامتة تشاهد هذا النحر الذي نعيشه اليوم وأقول النحر لأنه بطبيعة الحال مواطن لا يصل لخبز أبناؤه سيعيش حالي من الانتحار اليومي المعنوي وسيلجأ لإحراق نفسه وهذا ما لا نريده لا نريد أن نعطي إسرائيل ذريعة بأن تحول القضية إلى قضية اقتصادية ويعلن الشارع الفلسطيني الحرب على نفسه وأقول على نفسه لأن هذه السلطة هي مكتسب مهم للشعب الفلسطيني ولكن مكتسب انتقالي دعني أعود إلى الدكتور إبراهيم أبراش دكتور إبراهيم ما رأيك بما قال لبرمان وما قال الدكتور صبر السيدم ردا على ذلك بالتأكيد هناك جانبنا أولا تصريحات لبرمان الأولى حول الرئيس أبو مازن انتقاداته للرئيس والقيادة الفلسطينية أعتقد هو لبرمان آخر من يحق له أن يتحدث بالشعب الفلسطيني الداخلي لأننا كفلسطينيين أضرى بشؤوننا والرئيس أبو مازن رئيسا منتخبا وصريل تدعي أنها دولة ديمقراطية وتحترم من يأتي عن طريق الانتخابات مع أنها لم تحترم الرئيس أبو عمار عندما جاء عبر صناديق الانتخابات وعملت على اقتياله وأعتقد الكل يعلم أنها مسؤولة عن ذلك وبالتالي ليس من حق لبرمان أو غيره أن يتحدث عن شعب الفلسطيني الداخلي وأعتقد أن الرئيس أبو مازن قدم للسلام بشكل ليس لإسرائيل قدم للسلام ما لم يقدمه أي زعيم آخر وأبدأ استعدادنا للتزام بعملية السلام وأعتقد أن إسرائيل لبرمان ومن وراء إسرائيل هم ينتقدوا رئيس أبو مازن ليس كما يقول لبرمان لأنه إرهابي أو يدعم الإرهاب أو لأنه لا يريد السلام بل هم ضد الرئيس أبو مازن لأن الرئيس أبو مازن متمسكاً بعملية السلام بحذافيرها متمسكاً بالاتفاقيات الموقعة وهم لا يريدوا أن يلتزموا بهذه الاتفاقيات إذن هم ينتقدوا الرئيس لأنه يريد السلام ويحرج إسرائيل بخطاب السلام وهم هنا ينتقد الرئيس أما بالنسبة لإسرائيل والعلاقات مع الدول العربية أنا أعتقد وهذه مفارقة غريبة أن إسرائيل اليوم في وضع مريح غير مسبوك وهذه المفارقة المفارقة أنه في ظل الربيع العربي الهيمنة الأمريكية ازدادت بشكل غير مسبوك حيث الآن الولايات المتحدة تهيمن بشكل غير مسبوك على المنطقة العربية في ظل الربيع العربي إسرائيل مطمئنة لأن حليفتها الاستراتيجية هي التي تعطيها ضمانات ألا تخافنا الربيع العربي وهي التي أخذت مواثيق شرف إن صح التعبير أو ضمانات من كل الدول الربيع العربي بأن إسرائيل خط أحمر وفي ظل الربيع العربي الآن يعني خلال سنة ونصف أو سنتين ازداد الاستيطان والتغول الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي سواء على غزة أو في الاستيطان والتهويد بشكل غير مسبوك وهذا هو الأمر القطير جدا بمعنى أننا الربيع العربي والذي نحن نبارك للشعوب العربية أنها أسقطت بعض الأنظمة الديكتاتورية ولكننا في نفس الوقت نتخوف أو يجب أن نكون حذرين نحن كفلسطينيين في هذه المرحلة الانتقالية ما بين سقوط أنظمة قديمة وتأسيس أنظمة جديدة هذه المرحلة الانتقالية أخشى أن ندفع ثمنا طيب دعني أبقى معك دكتور إبراهيم نعم بهذه المسألة تحديدا دفع الثمن دعنا ندفعه على الأقل متوحدين سواء أحرزنا نتيجة في الأمم المتحدة أو لم نحرز نتيجة حتى بعد القرار في تفعيله على الأرض مسألة المصالحة مسألة ملحة ومهمة جدا وبات المراقبين مؤخرا يتحدثون من أنها ربما مفتاح الحل لجزء من الحل على الأقل في موضوع الأزمة المالية كنت تحدث مع الدكتور صبر سيدم حول مطالبات على الفيسبوك لقطع الأموال التي تصرف من حكومة الضفة الغربية أو حكومة السلطة الفلسطينية إلى حكومة حماس الحديث يتحدث عن رقم كبير بالنسبة لموازنة الحكومة واستفادة حركة حماس من ذلك وعدم الرد أو رد فقط 2% فقط من ضرائب الرواتب من قطاع غزة مسألة الكهرباء أيضا مسألة أخرى أن الحكومة الفلسطينية تمت بدفع أموال الكهرباء لإسرائيل عن قطاع غزة وأهملت ملف الضفة الغربية الآن تهدد السلطة الفلسطينية بقطع التيار الكهربائي عنها في منتصف الشهر الجاري هذا الحديث عن المصالحة ومسألة الانتخابات ومن يعطلها ومن يؤخرها ومن يماطل فيها ومن لا يريدها من الواضح أنه حماس سيد الرئيس يوم أمس في لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام قال الحال هو الانتخابات فلنتوجه إلى الانتخابات حماس لا تريدها على ماذا تعول حركة حماس برأيك؟ هل استمرار الحال هو مكسب لحماس أيضاً على الصعيد المالي؟ بالتأكيد ما جرى ما جرى الذي نسميه الانقسام أو الانقلاب الذي أقدمت عليه حركة حماس أو الذي تسميه حسماً كما تريد ولكن ما جرى ليس عملية إصلاح وتصحيح لمصار السلطة أو لمصار العملية السياسية ما جرى هو مخطط استراتيجي وضعته إسرائيل وهيئت المصرح لتقدم حماس على ما أقدمت عليه وهناك أطراف كان أطراف فلسطينية في السلطة بجهل أو بطواطئ مرروا هذا المخطط وبالتالي ما يوجد الآن هو تنفيذ لمخطط أو إن صح التعبير أقول لك بداية الربيع العربي بدأ هنا ما يسمى بالربيع العربي أي إيصال الإسلام السياسي إلى السلطة في العالم العربي لضرب الإسلام المتطرف وفي نفس الوقت خلق السياسة الفوضى القلاق الأمريكي أي سياسة التفتيت والتيزاء بدأت هنا في غزة وبالتالي إذا ربطنا هذا الموضوع بتراجع الدافعية للمصالحة في الفترة الأخيرة عدم وجود تدخلات للمصالحة هذا معناه لأن القوى النافذة في هذا بين قوسين النظام الجديد في الشرق الأوسط لأن القوى النافذة تعتبر أن ما جرى هو جزء من هذا التحول الذي يخدم الإسلام السياسي وبالتالي هم غير معنيين بإنهاء هذا الانقسام ومن هنا كنا نتوقع مثلا بعد وصول الرئيس مرسي إلى السلطة في مصر أن يبدأ بعملية المصالحة لم نلاحظ هذا الأمر تركيا إسلام سياسي ولكن لم تعمل شيئا يعني حقيقيا من أجل المصالحة أعتقد أن ما جرى هو جزء من هذه المعادلة وعلينا كفلسطينيين أن نكون حذرين في التعامل كما قلت مع هذه المرحلة إما أن هذا المرحل أو هذا النظام الجديد على مستوى الشرق الأوسط سيكرس عملية الانقسام أو نستطيع أن ننقذ أنفسنا من هذا المصير من خلال المصالحة ولكن هنا يطرح التساؤل ما هو المقصود بالمصالحة لأنه إذا قصدنا بالمصالحة توحيد غزة والضفة في إطار حكومة واحدة وسلطة واحدة أنا أعتقد هذا لا يعود للإرادة الفلسطينية فقط هناك إسرائيل وهناك الرباعية وشروط الرباعية ولكن يمكن أن نشتغل على المصالحة بالمفهوم الاستراتيجي وهو إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير لماذا لا نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية إذا كنا غير قادرين أن نعمل سلطة وحكومة واحدة لأن جغرافية العبدور يعني الضفة في الشمال وغزة في الجنوب وفي الوسط إسرائيل قد تعيق هذه الحكومة من العبد ولكن هل إذا لم نستطع أن نشكل حكومة واحدة هل أصبح مصير قضية الفلسطينية مرتبط بانتخابات ومرتبط بحكومة واحدة وطنية أو حكومة دوقنقراط يعني لا يمكن أن نرهن القضية الفلسطينية الذي عمر الشعب الفلسطيني أربع آلاف سنة وعمر القضية الفلسطينية السياسية المعاصرة مئة سنة أن نرهنها بإرادة إسرائيلية أو بتشكيل حكومة نحن نبدع شكلا من الحل نعم دعني أتوجه بهذا السؤال إلى دكتور صبري سيدم دكتور أنت وأنت النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح هل ما تفضل به الدكتور إبراهيم أبراش في الحسبان لديكم هل هناك تخوف كما تحدث وقال بأن هذه خطة وهذا مخطط كان بلش الربيع العربي بدأ بفلسطين منذ الإنقلاب أو بتحضيرا له أو كرسة أو توجة بالإنقلاب ومن ثم استلام حركة حماس لقطاع غزة هل تتخوفون من دكرار سيناريو مثل ذلك في الضفة الغربية في ضوء ما يتحدث فيه موفق مطر في صحيفة الحياة الجديدة قال مقالة بعنوان مطالب الشعب حق لكن الانتهازية باطلة نعم الانتهازية باطلة بكل أحوال بغض النظر إذا ما كان هذا المشهد فلسطينيا أم لا طبعا هناك حالة من الالتهاء إن صح التعبير السياسي التي عيشها العالم سيما وأن الإقليم ملتهب بثورات ما يسمى بالربيع العربي ونتائجها ودور الدول التي حدثت فيها هذه الثورات وبالتالي هذه الدول ستغيب عن المشهد السياسي بقوتها المرجوة وإن كانت مصر تحاول لملمة الجراح والعودة إلى المشهد بصورة أكبر الآن لا أعتقد أنه خلال السنوات الماضية كان هناك خشية فلسطينية من مواجهة وضع كهذا الوضع ولكن هناك خشية بتسخير إسرائيل لكل إمكانياتها باتجاه دفع القيادة الفلسطينية إلى الهوية وإيصال الشارع الفلسطيني إلى دائرة اليأس باعتبار أن عملية السلام تشهد استعصاء وأن إسرائيل تدير ظهرة وأن كل الضغط الدولي لا قيمة له وأن إسرائيل تحرق المساجد والكنائس كما رأينا وأن إسرائيل تفسح المجال الآن أمام الضغط على القيادة الفلسطينية من خلال الأسعار والأزمة الاقتصادية الحالية وبالتالي دفع القيادة الفلسطينية إلى الهوية في ظل انشغال العالم والمحيط في الربيع العربي ونتاجاته هو ما كانت القيادة الفلسطينية تحتسبه وهذا المشهد الذي رأيناه الآن ونشاهده في كل يوم إنما هو أحد مخرجات هذا السيناريو الإسرائيلي الذي يضغط بهذا الاتجاه ويحاول قدر الإمكان إفراغ المحتوى حتى يشعر الشارع الفلسطيني بأن هذه القيادة الفلسطينية ملهاش قيمة وبالتالي هي لا تمثلني كما رفع البعض شعاراته على الفيسبوك ولكن حقيقة يجب أن نعي تعقيدات هذا المشهد استمرار الحال ودوام الحال من المحال فيما يتعلق بالوحدة الوطنية نعم إنهاء الانقسام الفلسطيني مطلب وهو ليس من باب الترف السياسي وإنما من باب الحاجة الملحة فلسطينيا استعصائنا السياسي ليس من باب أن إسرائيل تتحكم بأرزاقنا وأعناقنا فقط وإنما أيضا استعصاء العالم الذي يقف مذهولا الآن وكل من يخوض غمار الانتخابات يسعى للنفاق السياسي لهذه اللوبيات الإسرائيلية هذا الرضوخ العالمي لهذه الإمبراطورية التي تتصرف تماما كالمارد الدولي في مقابل القانون الدولي والشرائع الدولية يجب أن يوضع له حد لذلك التحام الجماهير مع القيادة الفلسطينية إنهاء حالة الانقسام القائمة تسخير كل ما له علاقة بالوصول إلى بر الأمان من خلال قرار جديد للجمعية العامة يضع فلسطين على الخارطة هو من شأنه أن يخرجنا من هذه الحالة التي نحن فيها حقيقة المأساة الفلسطينية يجب أن يتعاطى معها الشارع الفلسطيني بحكمة وأنا لست بصدد المزاودة على أحد نعم لقمة العيش مهمة نعم هناك حاجة لاتخاذ قرارات اقتصادية رئيسية وفورية ومباشرة ولكن أيضا هناك حاجة للوعي الكامل الفلسطيني بأن ما نشهد اليوم هو تبعات وهو سيناريو ومسلسل يجب أن يقود كما ترى إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني أو يقود الشعب الفلسطيني إلى الهاوي طيب دعني أعود دكتور صبري إلى دكتور إبراهيم أبراش إلى قطاع غزة دكتور إبراهيم تحدثت عن المخطط دكتور صبري استبعد أن يكون الوعي الفلسطيني سيسمح بذلك في الضفة الغربية هل تعتقد بأن التصعيد الأخير عسكريا من قبل إسرائيل على قطاع غزة واستشهاد ثلاث فلسطينيين مؤخرا هل يساهم في زيادة شعبية حركة حماس مثلا بين المزدوجين وإن كنا نرفض ولكن هكذا يقول البعض من المراقبين العقلانيين حد المادية أكثر منها العاطفية هل تعتقد بأن الأمور تجري بأن لا يحدث في قطاع غزة ما يريده الاحتلال أن يحدث في الضفة الغربية يعني أعتقد أن ما كان لإسرائيل بالإضافة إلى المتغير العربي والإقليمي ولكن أيضا ما كان لإسرائيل أن تأخذ راحتها إن صح التعبير بعمليات الاستيطان والتهويد والعربدة يعني في الضفة الغربية لو لا أنها اطمأنت إلى هدوء الجبهة الجنوبية أي مع قطاع غزة وهذا أمر خطير جدا لأن الفصل لم يكن فقط يعني فصل غزة عن الضفة ولكن الفصل كان إخراج غزة من ساحة المواجهة وهذا هو الأمر الذي كان يسعى ضمن أشياء أخرى كان يسعى شارون وحققه شارون وبالتالي إسرائيل الآن مستريحة ولكن في نفس الوقت الآن إسرائيل عندما تقوم بهذه العمليات في قطاع غزة عمليات يعني خلال 24 ساعة حوالي 6 شهداء سقطوا وبين كل يوم أو عدة أيام تقوم بهذه العمليات هي أولا لأنها لا تتساهل بأمنها إطلاقا هي تراقب قطاع غزة حتى مع فضل وجود التهدئة والتزامات بالتهدئة ولكنها لا تطمئن وبالتالي تراقب الوضع الأمني وتراقب كل تحركات كل مقاتل أو مجاهد وخصوصا مع الأحداث التي تجري في سيناء وتخوفها من انتقال أو تنقل بعض المقاتليين ما بين غزة وسيناء وتشاهد الأمر ولكن الهدف الثاني من التصعيد على غزة هو إبعاد الأنظار عن ما يجري في الضفة الغربية لأن المعركة الأساسية بالنسبة لأسرائيل وبالنسبة لنا يجب أن يكون كذلك المعركة الأساسية هي في الضفة الغربية والقدس وبالتالي التصعيد على غزة ومحاوة استدراج ردود فعل فلسطينية ليصبح الكل يتحدث عن غزة كما قلال السنوات الفائتة حصار غزة ورفع المعاناة عن غزة مع أنه نعم هناك وضع مأساوة في غزة ولكن كثرة التركيز على غزة وحصار غزة ورفع المعاناة عن غزة وتجاهل ما يجري في الضفة الغربية أمر خطير جدا والتالي ضمن هذا المقطط الإسرائيل بالفعل أن تعيد التصعيد في غزة حتى تبعد الأنظار عما يجري أيضا في الضفة الغربية وفي نفس الوقت هي تريد أن تخلق فتنة أيضا لأن حتى بعد خروجها من قطاع غزة ووجود تهده غير مستريحة تريد أن تخلق أيضا فتنة في قطاع غزة ما بين حماس من جانب المتزمة بالتهدئة وبين بعض الجماعات المقاتل أو جماعات الجهادية التي قبل يومين أصدرت بيانة تستنكر مطاردة حماس لعناصرها وتهديد حماس لها إذن إسرائيل لها أهداف متعددة من خلال التصعيد على قطاع غزة نعم شكري جزيلا لك الدكتور إبراهيم أبراش الكاتب المحلل السياسي حدثتنا من قطاع غزة عبر الأقبار الاصطناعية شكري جزيلا لك لا أعرف أن أحكي دكتور صبر السيدم دعني أعود مؤخرا يعني بعدما تحدث دكتور إبراهيم أبراش عن نوايا إسرائيل أنتم في حركة فتح كيف تنظرون نددتم بالعدوان وطالبتم برفع الحصار عن القطاع وماذا بعد؟ من الواضح كما قلت بأن إسرائيل ماضية بهذه السياسة إسرائيل ستسعى لتصعيد خطابها الإعلامي ضد القيادة الفلسطينية ستطلق العنان بصورة أكبر لرعاع المستوطنين حتى يهاجموا المواقع الدينية ستفتح الباب للضغط الدولي بصورة أكبر ستعزز من حالة الغليان الاقتصادي القائمة ستشعل النار في قطاع غزة ستقاتل على كل الجبهات باختصار إسرائيل ستحاول أن تلوث هذا المشهد حتى تقول بأن الجماعة في الضفة الغربية ملتهيين بقضاياهم الاقتصادية بدوروا على الخبز ونحن نفترد بغزة ونقوم بما نقوم به لم تكتفي بإشغال العالم بقضايا أخرى عن القضية الفلسطينية الآن تريد إشغال الفلسطينيين أنفسهم عن القضية تقزيم القضية بأن القضية هي قضية سلع غذائي يحتاج الفلسطيني أن يوفر المال حتى يشتريها وهذا حقه طبعا وإلهاء الشارع الغزي بهذه الهجمات حتى يتعزز الشرخ بأن هذين المجتمعين يعيشان في فلك مختلف تماما أو في فلكين مختلفين الآن الحكمة تقتضي أن نعزز هجوم المصالحة حقيقة أن نتجه باتجاه تحقيقها وأنا أعرف بأن هناك نقاش محتدم في حركة حماس يدور فيما يتعلق بموضوع المصالحة أنا أقول لكل الفصائل السياسية وأنا جزئ منها بأن حجم الدعم الجماهيري يتراجع بصورة كبيرة هذا الحال لا يستطيع أن يستمر بهذه الصورة لأن الناس ترى بأن هذه الفصائل وجدت من أجل إنهاء الاحتلال وليس من أجل إنهاء الشعب استمرار الوضع بهذه الصورة سيكون مؤداه إنهاء القضية الفلسطينية لذلك تعزيز هجوم المصالحة هو قرار حكيم في ظل هذه الأوضاع ورفض هذه السياسة الإسرائيلية طبعا نحن موقفنا دائم فيما يتعلق بحق شعبنا بالحياة الكريمة وأيضا حق شعبنا بالحماية الدولية لأن ما تقوم به إسرائيل إنما حالم إلى الاستفراد الغير مسبوقة والاستفادة من تلوث المشهد السياسي الفلسطيني بحيث يكون هناك تركيز على قضايا مجتمعية يعوضا عن قضايا سياسية هي ركيزة أساسية في حياتنا نعم مشاهدين الكرام أنا للأسف دكتور صبري صدم دركني وقت البرنامج يعني يبدو ساعة تلفزيونية حتى لا تكفي لهذا النقاش شكري جزيل لك دكتور صبري صدم النائم بالأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتوى المختص بشؤون التكنولوجيا والمعلومات شكرا لك أيضا الشكر موصول لضيفي الذي كان معنا عبر الأقمار الصناعية دكتور إبراهيم أبراش الكاتب المحلل السياسي شكرا لكم جميعا على هذا الحضور وعلى هذه المتابعة أيضا مشاهدين الكرام حتى ألقاكم يوم الأحد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم العمل دائما التحية إلى الزاوية الكاريكاترية تفضلوا تمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر